موسيقى الرئيس السيسي يؤكد أن موقف مصر تجاه السودان لم ولن يتغير تحت أي ظروف موسيقى مايك بانس يتفقد الترتيبات الأمنية لتنصيب بايدن ويؤكد حرصه على انتقال سالس للسلطة الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم في ألمانيا يبدأ اليوم اغتيار زعيم جديد له التاسع صباحا السابع في جراناتش مجزون إخباري جديد يأتيكم من القاهرة أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن موقف مصر تجاه السودان ينبع من الترابط التاريخي الذي يجمع شعبي وادي النيل وهو الموقف الذي لم ولن يتغير تحت أي ظرف وطالما مثل نهجا ثابتا للسياسة المصرية على مدار الزمن جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني ذلك على رأس وفد رفيع المستوى بحضور سامح شكري وزير الخارجية وسيد عباس كامل رئيس المخابرة العامة هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نوابها والذين خاضوا انتخابات الليجان بمجلس النواب واستطاعوا الحصول على عدة مقاعد ضمن هيئة مكاتب الليجان النوعية قالت التنسيقية في بيان إنه تم انتخاب ستة من نوابها كأمناء سر لليجان العلاقات الخارجية والإدارة المحلية والشؤون العربية إضافة إلى الثقافة والإعلام والأثار والشؤون الأفريقية وحقوق الإنسان كما تم انتخاب أربعة من نوابها في منصب الوكيل والوكيل الليجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتنهية الصغر وحقوق الإنسان والاتصالات أدانت مصر في بيان لوزارة الخارجية بإشهد العباء العبارات حادث انفقار قنبلة محلية الصنع في ولاية تبسة الجزائرية ما أدى إلى وفاة خمسة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين أوضحت الوزارة أن مصر تعرب عن تضامنها الكامل مع الجزائر كما تتقدم بصادق تعازيها لشعب الجزائر ولذوي الضحايا الأبرياء وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين دعا وزير الخارجية اليمني دكتور أحمد عباد بن مبارك مجلس الأمن الدولي لإدانة الهجوم الإرهابي الذي استهدف الحكومة عند وصولها لمطار عدن الدولي ثم اتبعه هجوما بالطائرات المسيرة على مقره إقامة الحكومة في منطقة معاشيق وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال بيان ألقاه وزير الخارجية عبر الفيديو من العاصمة المؤقتة عدن أمام مجلس الأمن حيث طالب باتخاذ موقف حازم للتعامل مع تلك القريمة البشعة والدموية التي تتنافى مع كل الأعراف والقيم الإنسانية وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وإحالة مرتكبها للمحاسبة زار نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ لتلقي إحاطة بشأن الترتيبات الأمنية لتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن أكد بنس خلال الزيارة حرصه على انتقال آمن للسلطة فيما أكد مدير الخدمة السرية الأمريكية جيمس موراي أنه على ثقة تامة في خطته لتأمين الانتقال الآمن للسلطة في العشرين من يناير أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية اعتقال أكثر من مئة شخص خلال اقتحاهم ببنى الكابيتول الأسبوع الماضي هذا ونقلت صحيفة واشنطن بوس عن مصادر مطلعة على أدلة جمعها مكتب التحقيقات الفيدرالية أن عشرات الأشخاص المدرقين على القائمة الأمريكية لمراقبة الإرهابيين قد شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للرئيس دونالد ترامب التي شهدتها العاصمة في 6 يناير وتطورت إلى اقتحاهم ببنى الكابيتول استعرضت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا يطلق من الغواصات وذلك أثناء استعراض عسكري ضخم بمناسبة اختتام مؤتمر حزب العمال الحاكم قالت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية في بيان لها أنه تم عرض ما وصفته بأقوى سلاحا في العالم بحضور الزعيم كيم يونغ أون مبينة أن الصواريخ الباليستية الجديدة تشكل دليلا على قوة جيش كوريا الشمالية حصيرا ما لا يقل عن عشرة أشخاص تحت أنقاض مستشفى انهار جراء زلزال قوي في اندونيسيا وقال مسؤول عن فرق الأنقاض أن المستشفى دمر بالكامل وأن المحاصرين تحت الأنقاض من بينهم مرضى وأفراد من تقم المستشفى في غضون ذلك أظهرت حصيلة أولية مصرع 26 شخصا على الأقل إصابة المئات جراء هذا الزلزال يدى الحزب المسيحي ديمقراطي الحاكم في ألمانيا اليوم المؤتمر السنوي تمهيدا لانتخاب زعيما جديدا له في تصويت وصف أو وصف بأنه تاريخي يشكل نهاية حقبة في البلاد وسيختار الحزب زعيمه الجديد من بين ثلاثة مرشحين هم أرمين لاتشات وفريدريش ميراتس ونور بيرارتو روتغان وذلك في اقتراع مفصلي قبل تسعة أشهر من نهاية عهد أنجيلا ماركل سيكون الفائز في وضع جيد يؤهله لقيادة حزب المحافظين في الانتخابات التشريعية المقبلة وربما يصير بعدها مستشار للبلاد أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 760 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات ذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمم شفائهم وأوضح دكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 2022 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملية لفيروس كورونا لافتا إلى وفاة 59 حالة جديدة ذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 153.741 حالة من ضمنهم 121.272 حالة تم شفاؤها و8.421 حالة وفاة نهاية الموجز وختامة نحيط على المسادات المشهدين بأن تردد أكشن نيوز الجديد هو 11.785 معدل الترميز 27.500 معامل الاستقطاب الرأسي كنتم معكم أنا فيروز مكيد ومتم سالمين ترجمة نانسي قنقر